تاريخ السودان الحديث عام 1932 ووفاته في الخرطوم في الخامس من مارس من العام 2016 وقعت أحداث هائلة وتغيرات كبيرة كانت بصمات الدكتور الترابي ودوره الفاعل في كل تفاصيلها درس الحقوق في جامعة الخرطوم ثم حصل على الإجازة من جامعة أوكسفورد في بريطانيا عام 1957 ثم حصل على درجة دكتورات دولة من جامعة السربون في باريس في شهر يوليو عام 1964 أتقن الدكتور الترابي أربع لغات فبالإضافة إلى اللغة العربية كان يتحدث الفرنسية والإنجليزية والألمانية بطلاقة وكان هذا من أسباب ساعة أفقه واطلاعه على ثقافات وعلوم واسعة عمل بعد عودته من فرنسا أستاذا في جامعة الخرطوم ثم عميدا لكلية الحقوق ثم تفرغ بعد ذلك للعمل السياسي لعب دورا بارزا في ثورة أكتوبر عام 1964 التي قامت ضد نظام عبود العسكري رغم سجنه ثلاث مرات على يد جعفر النميري إلا أنه تحالف معه وأصبح في عهده وزيرا للعدل وفي العام 1988 عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في حكومة الصادق المهدي تحالف سرا مع العسكر بقيادة عمر البشير وقام بانقلاب عسكري في شهر يونيو عام 1989 غير أن خلافا نشب بينه وبين البشير في العام 1999 أسس الترابي في أعقابه حزب المؤتمر الشعبي وأصبح في صفوف المعارضة اعتقل وسجن على يد نظام البشير عدة مرات عاش الترابي واسع الأفق عفيفا نفس بعيدا نظر فقيها مجتهدا مجددا وزعيما سياسيا ودينيا ورجل دولة من الطراز الرفيع كان صاحب حضور طاغ وعلم غزير وبصيرة نافذة تميز بترفعه دائما عن الصغائر سمحا طيبا نفس عرف بآرائه المثيرة للجدل واشتهاداته المثيرة لكنه كان يحظى باحترام وتقدير واسع داخل السودان وخارجه نتابع في هذه الحلقة والحلقات القادمة التي سجلت في شهر أكتوبر من العام 2010 شهادته على عصر السودان الحديث ودور الحركة الإسلامية في السودان دكتور مرحما بك وعليكم السلام أخيرا بعد عشر سنوات تمكننا من أن نبدأ تسجيل شاهد على العصر حالة بين الحوائل تتعثر علينا مسيرات الأمور في السودان إن شاء الله ربنا يتم لنا على خير ولدت في يوم الاثنين خمسة وعشرين رمضان عام 1350 للهجرة الموافق الأول من فبراير وشباط عام 1932 للميلاد كيف كانت طفولتك وكيف كانت نشأتك؟ يعني من قدر الله أولا أن نشأت في أسرة عود بأصولها من جدود الأقرب بضع جدود إلى شيخ كبير كانت له ثورات للعدالة السياسية والعلم والصوفية والقرآن مع سلطن السنارة الإسلامية القديمة لكن حتى الوالد كان أتخفض الأرعان ودخل القضاء الشرعي وذلك أصبح يحركه أبرى السودان من منطقة إلى منطقة ولذلك قدر الله لي أن أولد في أقصى شرق السودان وأعي في غرب السودان أولدت في مدينة كسلة نعم شرق السودان كنت تتنقل مع والدك حيث يتنقل المدارس طبعا لم تكن في كل تتوافر لنا ولكن أتحرك المدرسة وأعود إليه وقليلا ما نعود إلى القرية الأصلة المسمى باسمنا يعني باسم الله الجد الأكبر هذه الطفولة كان لها تأثير المليئة بالانتقالات كان لها تأثير عليك طبعا أولا بسطت في نفسي روحا قومية يعني السودان الآن هي قارة فيه شعوب وأقاليم وبيئات والآن بدأت هذه الروحة نزع العصبيات المحلية والإقليمية والقبلية ولكن أنا أصبحت أنتمي لكل هذا المدى السوداني هذه واحدة وثانيا الوالد هو تعليم تقليدي هو أول خريجي المعهد العلمي العالي في السودان ماذا كان وضع هذا المعهد؟ هو معهد التعليم التقليدي الديني الأعلى لك المعهد التي دونها يعني مثل الجامعي مثلا؟ نعم مثل الجامعي فكان أول الدفعة في سنة 25 فكان يمدني دائما بكل الثقافة التي تلقاها ما طبيعة هذه الثقافة؟ اللغة العربية كلها وأحفظ كل المعلقات وأقرأ النحو والصرف والملامية الأفعال في الصرف في العرض والقوافي وأوزانها وكان يمدني أيضا بالثقافة الدينية أيضا بدرجات الكتب التي نقرأها نحن طبعا في السودان على المذهب المالكي ولكن دخلت علينا القضاء من مصر المذهب الحنفي فاتسع المقارنة بين المذاهب من طفولتي بدأ بينما كنت لا تعلم في معاهي الدينية ولا في خلاوي قرآن في المدارس النوامية فجمعت لأول نشأتي بين الذي يعمل فكرك واجتهادك ويلقينك العلوم الحديثة وبين الذي تتلقى منه العلوم التخليدية فأنا لست برجعي النظرة ولا منقطعا عن الجذور فهذا الذي جمعه هي الطفولة هذا قدر من الله سبحانه وتعالى المدارس النظمية هنا كانت تتبع النظام البريطاني على أساس كانت السودان تحت الاحتلال نعم وكنت تدرس اللغة الإنجليزية مذ الثانوي كل العلوم إلا العربية تدرس باللغة الإنجليزية في ذلك الوقت نعم وهذا فتح لي أبوابا للغات حتى تسعت بعد ذلك فيها عبرها وتأسيسك في اللغة العربية والفقه وغيرها أيضا كان قويا من البيت خاصة يعني يعني الألفية والصرف والقوافي والفقه اللغة نفسها ومحفوظات الشعر الجاهل كله والمعلقات وهكذا والثقافة الدينية أيضا في البيت والوالد قاضي شارعي كنت أذهب يعني أنظر راقب المحكمة يعني كنت تذهب للمحكمة بينما يعني أرجع من المدرسة مبكرا فأذهب لي وراقب الاستجوابات والقضاء والمحكمة هل لعب هذا دورا بعد ذلك في اختيارك درست القانون؟ آآ الله تحيرت في يعني جيت الشهادة الأعلى الثانوية الأعلى في السودان فكان لي الخيار ما كنت أريد أن أثبأ الهندسة لأن أخي الأكبر فكنت أتحفظ بين الطب وبين اللغة بين الطب واللغة واللغة ولم تفكر في القانون؟ أبدا وفي نهاية الأمر يعني الحياد الحياد ذهبت إلى القانون يعني ميزان القانون بينهما حتى بدأت تدرس القانون لم يكن خيارك من الطفولة أو من البداية؟ طبعا الوالد كان قاضيا لكن طاف البلاد كلها فكان يمكن أن أرضى على القضاء والقانون والأحكام الشرعية زادا كافيا لا ندرس القانون في الثانوي طبعا ندرس اللغات والعلوم الأساسية ولكن هذا التحفظ فقط هو الذي قادني إلى القانون والقانون نفسه مقارن طبعا هناك أيضا بين الشريعة وبين القانون البغيطاني أنت التحقت بجماعة الخرطوم في العام 1951 نعم وأنهد درستك في العام 1955 كيف كانت هذه السنوات بالنسبة إليك وإلى حياتك؟ هذه أولا عرضتني أيضا لتجربة جديدة تعرضت في الجامعة لتيارين التيار البريطاني الذي كان يغشانها يعكف علينا منذ التعليم الثانوي ما شكل هذا الطيار؟ والجامعة طبعا طيارة يريد أن يزرع فينا أولا اللغة الإنجليزية حتى إذا أمكن ننصرف تماما في كل القطاع الحديث كله ينصرف اللغة الإنجليزية نعم وتبدل لغة البلد كلها وتصبح اللغة العربية تنعزل إلى الهامش حتى تذوب كما حدث في بلاد كثيرة يعني تماما طومست لغاتها الأصلية وثانيا طبعا معها الفكر الليبرالي الغربي لا سيما أن السودان فتح الإسلام لم يفتح فتحا دخله الإسلام يسري فيه الصوفية والعلماء والهجرة فقط هكذا لكن البريطانيون دخلوه باسم العثمانيين باسم محمد علي باشا نظام محمد علي باشا ولذلك أرادوا أن يطمسوا الدين حتى لا ينشأ فيه نشأ أخرى كالنشأ المهدية التي ضربتها ضربتهم وقتلتهم تقتيلا كانت يستنصر بهم محمد علي باشا طبعا خبراء في الاستعمار وفي القتال في المستعمرات البريطانيين تقصد نعم فكانوا يريدوا أن تطمس هذه تماما تخرج أجيال كلها تتوجه بالثقافة الليبرالية الغربية في ذلك الوقت كانت مصر والسودان دولة واحدة لا السودان يحكمه البريطانيون والمصريون أهل البريطانيون أولا والمصريون ثانيا لأن مصر نفسها كانت تحتوطعت الاحتلال البريطاني نعم وهذا تيار التيار الذي كان يعارضه هل هذا الطيار الأول الذي هو الطيار التغريب البريطاني كان له أنصار من السودانيين؟ نعم لم يكن منظوما في تنظيم ولكن كان هو التيار في الزي ونريد أن نخلد البريطانيين في اللهية النطر وفي الزي وفي السلوك وهكذا ونستشرف أيضا أفكارهم العامة وهكذا يعني ونصرف الدين لا عمدا ولكن غفلة غنها مقصودة إلى هامش الحياة الخاصة فقط في خارية الساحة نشأت في تلك السنين طبعا نشأة وطنية لا في السودان واحدة وفي كثير من استعمارات الهند والسودان وإفريغيا فكانت نزعة وطنية تريد أن تغري الاستعمار لا نظام الحكم ومذهب الاقتصاد والمؤسسات والقانون واللغة أن يبقى هذا فقط يخرج الاستعمار يخرج الاستعمار البزة العسكرية نعم لا الاستعمار لم يكن عسكريا بالطبع يعني معه جيش يعني لكن الاستعمار عموما الأجنبي فهذا التيار الوطني كان في الخارج لكن كان فقط في الخارجين ما كان له قواعد كانت قواعده كله أبنية على الدين لأن الدين كله قواعده كلها قائمة تقوم على الطرقة الصوفية والجماعات الدينية والقبائل فكانت تؤسس على هذه القواعد أما في الجامعة فالتيار الذي عارت هو التيار الذي استوحى من العالم طبعا من الشرق عداء الغرب وكان الشرق يعني حبيبا إلى كثير من النزعات التحررية في العالم العربي قد تنزع عربيا لكن تخلط مع الاشتراكية أو تنزع إسلاميين تخلط معها ايه التيارات التي كانت في الجامعة في ذلك؟ التيار يساري صغير والإسلاميون لم يكن لهم جاءوا في عقب ذلك لا في الفترة من 51 نعم يعني الآن الإخوان المسلمون في مصر في 1928 أسس حسن البنا الإخوان وامتدوا إلى الأردن وإلى سوريا وإلى بعض الدول السودان كانت الأقرب كانت امتدادا لمصر ألم يكن تيار الإخوان وصل في 51 إلى السودان؟ مصر كانت مهمشة السودان تقصد؟ في السودان اسمها فقط يعني باسمها البريطانيون احتلوا السودان حتى ينصرف الفرنسيون عنه الفرنسيون دخلوا عليه من الغرب والطليان يريدون والبلجيك يريدون يدخلوه وكلهم صدوهم صدا باسم هذه أرض عثمانية تمرد عليها مهدي فالآن نريد أن نردها إلى أهلها يعني هذه حيالهم طبعا في صراعات حول أراضي الإسلامالية في العام 1952 قامت انقلاب يوليو أو ثبرت يوليو في مصر كما يطلق عليها هل كان لها تأثير لدى السودانيين؟ حتى من قبل ذلك بالطبع كان في مدود تأتينا غير المدود الدينية من مجتمعنا التقليدي صوفيا كان أو فقهاء أو شيخ القرآن وغير المد الليبرالي كان يعطينا مد يساري كذلك كما حدثتك وأحيانا من تلقاء بريطانيين يساريين ومن تلقاء طلاب ذهبوا إلى مصر وتلقوا هناك بعض الجهات اليسار أنت كنت تميل إلى أي اتجاه؟ طبعا كان ثغافتي أساسا دينية أنا ابن شيخ كبير في قبة مبنية طبعا الجدة الأكبر وأب حفظه الغرآن وأعلم لغة وأعلم سغافة وأدرست ولقنتها فلكن الجامعة أحيت هذه العلوم كانت علوما محفوظات عندي موروثات عندي كيف أحيتها ودرستك كانت بالإنجليزي؟ ما هي التصدي ما التصدي لها بتيار يريد أن يمسحها وأن ينسخها طبعا إذا تعرضت للتحدي أنت تتصدى إذن تنشط وعد ذلك فيك التصدي لهذا التحدي يعني هذا الموروث الذي بدأ معك من الطفولة شعرت بقيماته وأنت في الجامعة؟ نعم الحياتي كان محفوظات وموروثات فقط حينما تعرضت للاصطدام ظهر نعم واحتميت فيه؟ نعم قامت حركة صغيرة ويعني لم أشهد يعني مولدها ولكن نشأته أول أيامها حركة التحرر السلامي سرية من الذي كان وراء؟ طبعا أنت تعرف كانت حركة التحرر الوطني شعية ففي الطلاب كان النزاع يعني زادت كده في الطلاب الحركة الوطنية كانت خارج الطلاب في الساحة العامة وكانت بين المثقفين فقط المثقفين فقط يعني نادي الخرجين يسمى وهنا الجامعات بضعت فيها الحركة اليسارية الشعوعية ولا ما كانت تسمى حزبا شعوعيا لأن البلد لم تستقل بعد تسمى حركة التحرر الوطني فاسميناها حركة التحرير الإسلامي التحرر الإسلامي يعني في وجهها وبعض الذين دخلوا علينا كانوا من التيار اليساري لما اكتشفوا فيه صدودا عن الدين من أبرز الشخصيات؟ يعني بابك الكرار رحمه الله يعني توفي رحمة الله وبعد ذلك طبعا ذهب في نزعة الاشتراكية يعني في حزب اشتراكي إسلامي ثم ذهب إلى ليبيا ودخل في الكتاب الأخضر يعني لم يكن حتى الفكر الإسلامي صافيا في ذلك؟ لم يكن صافيا هو كان من هذه المدود لكن جاءتنا كتب أيضا من شمال أفريقيا كانت تأتينا أولا من كتب محمد عبد والأفغاني ذكرى ومن كتب الإخوان المسلمين الغزالي خاصة ثم سيد غوط بوقت متأخر بالطبع يعني فكنا نغرأوها مالك بالنبي أيضا كتابا من الجزائر نعم وكتبه ويأتينا حتى من باكستان لأنها كانت مستعمرة بريطانية والأعلى المدودة الهند الهند عند إذن باكستان لم تخرج إلى 47 فجاءتنا هذه المدودة الفكرية الدينية المتجددة لكن هي من مدارس مختلفة آآ لكن كنا نأخذ منها جميعا نحن بالطبع ألواننا لا ندري هل نحن هنود أم نحن عرب أم نحن أفارغة نحن ليست فينا عصبية أفريقية المد الإفريقي كان في بلد أخرى ينشط جدا لكن السودان يعني مدان ما غوميان ما دخلا في السودان لا القومية العربية ولا الإفريقيية أعود لانقلاب يوليو 52 في النصر وتأثير عليكم نعم هل كان دافعا لتنشيط حركة الاستقلال وحركة المد الوطني وحركة القضاء على الاحتلال أو المستعمر طبعا هذا المد الوطني الكفاح الوطني كان في كل بلاد المستعمرات والبريطانيون والفينيسيون بعد الحرب يعني أصابهم يعياء العالمية التانية طبعا فتروا طبعا خرجوا وبلادهم اتدمرت فأرادوا أن يعني يفرغوا بلادهم ومن العسير عليهم أن يقاوموا كل هذه مرة أخرى بحروب جهادية أو وطنية عليهم فكانوا السودان مثلا استقل مبكرا وبعد لكن لاحقته طبعا قبله الهند ولكن لاحقته الدول الإفريقية فالمدهذة بعضه جاء من ضحف ضحف الأوروبة الغربية بعد الحرب وهت قواها بعد الحرب فأرادت أن أي منازع وطنية بعد ذلك يمكن لا تستطيع لا تريد أن تقاومها يعني كان النفوذ كانت مصر جزءا كانت السودان جزءا من مصر لكن كان النفوذ للبريطانيين نعم لكن أيضا بعد انقلاب 52 في مصر بدأ السودانيون يسعون نحو الاستقلال الدعوة الاستقلالية الطلاب كثير منهم كانوا نزعتهم كانت مع مصر يعني لا قومية عربية لكن مع مصر يعني وكانوا اتحاديين شيئا ما يعني وأغلب الخريين كانوا اتحاديين قليل منهم الذي ينحاز إلى هزب الأمة الحركة الاستقلالية في فبراير 53 نعم بموافقة المصرين تم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي بالنسبة للسودان نعم هذه الثورة طبعا أيام الملك ما كان يسمى وحدة السودان ومصر نعم الشعار كان سيادة مصر على السودان لأن محمد علي باشا دخل السودان فاتحا نعم يغلد المستعمرين الأوروبيين فيريد أن يؤمن المياه ويريد أن يستورد موردا للجندية طبعا لأن جيش العثماني كان خلطا من الممالي والمغاربة وكل لكن الآن لا بد من والمصريون فلاحون طبعا فلاحون لكن على امتداد التاريخي دكتور حتى من أيام الفراعنة وكانت مصر والسودان كانت تعتبر على اعتبار أن السودان هي العمق الاستراتيجي في مصر ليس في المياه فقط ولكن حتى في كل شيء من شمال خرطوم إلى مصر هذا كان نعم المد أحيانا من هنا يغزو من هناك يغزو في كل حتى في الديانات يعني موسى عليه السلام يعني دخل السودان يتعلم مع شيخ كبير يعني يعلمه الرؤية إلى الغيب يعني على النيل الخضر يعني الخضر كما يسميه المسلمين بصورة الكاف فكان موصول النيل يربط طبعا الصهراء كله كانت تفصيل شمال أفريغيا مع جنوب أفريغيا أو وسط أفريغيا ولكن هنا النيل كان قطاعا حيا من البشر حوله يربط مصر مع السودان فمنذ الفراعنة الرابطة كانت وثيقة جدا والرابطة استمرت هكذا لكن النزعة الاستقلالية طبعا بدأت بعد الثورة لكن كان السودانيون يميلون حتى قبل قرار الانفصال إلى البقاء مع مصر لولا بعض السلوكيات كما قال كثير من المؤرخين اللي قام بها ضباط يوليو والله كان الضباط خاصة نجيب طبعا والسادات له علاقات أيضا خدموا في السودان وبعضهم له علاقات دم بالسودان يعني ما كانوا المجانبة لم تكن بين بينهم ولكن صحيح بعض الضباط ما زالوا ينفعلون بالروح الخدوية يعني استعمار السودان والسيادة على السودان وهكذا برسائل حتى تكتب في الجامعات لكن الأمر الثاني أنه دائما هذه طبيعة البشر دائما لما يبدأ المد فيهم النزعة للإستغلال تنحط فيهم وتنشط فيهم يعني وهي قارة طبعا السودان طبعا نحن الحركة الوطنية أدركت أنه هناك مد جنوبي هو لم يتصل بمصر أصلا من قبل وليس عربيا ولا مسلما كان غالب هو يعني الإسلام فيه جاءه من تلقاء الشرق إفريغيا أغلبه وثنيا كان؟ أغلب وثنيا وفيه إسلام جاءه من من الساحلية اللغة الساحلية ومن المدة التي جاءة من الشرق إفريغيا أعلنت وعندنا دارفور أيضا كانت بلد كانت مستقلة عند محتلة السودان ثم لأنها في الحرب الأولى طبعا تعاطلت مع الوثمانيين مع المحور الأعلى أغلبها عرب وكلها مسلمون فيها عرب وفيها آخرون كلهم مسلمون كلهم يتكلمون عربية إما لغة دين أو لغة أم كل أهل دارفور كل أهل دارفور يتكلمون العربية لغة دين لبعضهم مع رطانة أخرى أو لغة أم فقط أعلن الاستقلال في يناير ستة وخمسين نعم الاستقلال هذا التحول كان غريبا كيف؟ غريبا يعني الحزب هذه سمية اتحاد أحزاب تيارات ذهبت إلى مصر وشكرت في مصر حزبا اتحاديا نعم الحزب الاتحادي نعم ونحن كذلك المد الفكري مع الإخوان المسلمين ربطنا مع مصر ومع كثير من الطلاب كانوا يدرسون في مصر ويدرسون في إجازات ووفود من الإخوان المسلمين والعلم ربطنا مع جنوب مصر أيضا المالكي هذا شمال مصري مذهب آخر والأسهر كان فيه رواقسي الناري فالروابط الدينية والروابط الجغرافية والروابط الهجرة كثير من الإخوة المصريون هاجروا إلى السودان واستقروا في السودان وتوطنوا توطنوا في السودان في مختلف نواحي النيل فالروابط كانت اجتماعية سياسية دينية ثقافية ولذلك بعض المؤرخين يقولون يعني كان هناك ميل إلى الاستمرار مع مصر إلى أن تصبح مصر والسودان لو لا أن لواء جمال حماد هو الكاتب الباني أو اللي صورت يوليو في شاهدته ما على العصر قال لو لا أن عبد الناصر بدأ يلاحق الإخوان وزج بالألاف في السجون في سنة 54 وأيضا أبعد محمد نجيب الذي كان يحب السودانيين كل هذه العوامل لعبت دورا فإن السودانيين قالوا إذا يفعلون هذا في المصريين فماذا سيفعلون يعني العسكري حتى ذلك نقول لك ذلك دائما العسكري يريد أن يحتكر السلطة كله في يده والقائد الأحلى والمار كله في يده والسودان قارة كاملة فالسودانيون يعني كلنا نريد أن نقبط في يد هناك كما قلت كانت لهم طبعا بينه وبين الحزب المهدوي الذي يدعي لاستغلال دائما لا مصري ولا بريطاني السودان سوداني فقط عملته الثورة معاملة طيبة أكثر من الملكية لأول أمر محمد نجيب واستغبس عبد الرحمن وعلاقات بلد تحسن كان يمكن أن محمد نجيب كان يتعامل مع السودانيين كان عنده رابطة دم أيضا تتفاق له هذا جدا جدا فكانوا يحبونه نعم فلما أطاح به عبد الناصر خاف السودانيون من الاستمارات بعدين لما ضرب الإخوان المسلمين بدأت المباهرات في الخرطوم هنا عندي نقطة مهمة وحتى يعني ضرب الإخوان المسلمين ده هو الذي حملنا اسم الأخوان المسلمين تعاطفا معهم تعاطفا معهم نعم أنا هنا بستغرب حركة التحرر الإسلامي أيوه لما ظهرت في تلك الأيام تعاطفا مع حركة مضروبة هنالك لتثبت أن الدين حيث ما ضربته يمكن أن ينشأ في بلد آخر عبد الناصر في 54 ضرب الإخوان المسلمين وأعدم ستة منهم على رأسهم عبد القادر عودة المؤتمر التأسيسي الأول للإخوان المسلمين في السودان كانت سنة 55 أي كان فيه حركة التحرير في أول أمر وثقافتها إخوان وجماعة الإسلامية باكستان وغيرها لكن سمت نفسها وظهرت إخوان مسلمين تحديا لعبد الناصر فقط لم تكن فرعا كان هناك فرع ضئيل في الخرطوم للإخوان المسلمين ضئيل جدا لكن الحركة التي خرجت من الجامعات وهي التي يعني التيار العام للإخوان المسلمين في السودان الذي أعلن في العام 55 لم يكن يحمل الفكر الكامل للإخوان المسلمين بقدر ما كان ردا على جمال عبد الناصر بسبب إعدامه للإخوان نعم نعم ولكن طبعا يقرأ أدب الإخوان المسلمين ويقرأ أدب المودود ويقرأ الكتب التغليدية الإسلامية هذا يجعلنا نفهم خصوصية حركة الإخوان المسلمين في السودان نعم البداية والنشأة نعم ما هي الخصوصية التي أخذتها حركة الإخوان المسلمين في السودان عن الإخوان في مصر الخصوصية أولا قوميا العربية ينبغي ألا تصبح عصبية عرقية لأننا إذا مددنا نحو الجنوب ذلك عالم آخر ومن أول أيامها ما إن ظهرت فيها أنها هي من أبناء الشمال حتى بدأت تبحث عن أبناء جنوب آباؤهم وثنيون أحيانا مرة حتى تستقيم الإسلام خطابا لكل البشر لا للبيض ولا للسود ولا للعرب دون العجم ولا هكذا ومدت نحو الغرب كذلك غرب السودان تلك منطقة طبعا لها طبيعتها التي يصلها بغرب أفريغيا وصحيح فيها عرب ولكن فيها قضايا أخرى موصولة لغة والسودان فيه هجرات من غرب أفريغيا يعني غير درفور يعني تقصد فيه هجرات 2 مليون يمكن تقدراته مليون من نيجيريا الآن يقيمون في السودان في غرب السودان بلد مهجر من الشرق ما الذي في السودان يجذب الآخرين إليه النيل يا سلام لأن الصحراء دي كلها كل ما تجف النيل لأن من النيل وحتى نهاية إفريقيا في الغرب لا توجد أنهار لا توجد نهار يشق الصحراء هكذا من رأس من البحر وتوسط إلى وسط يعني النيل شكل عنصرا جازبا إلى هذه النيل طبعا والحياة حوله الحضارات الدين حوله والثقافات وطريق الحج هو الذي ربط طبعا هذا هو الطريق وهذه الثقافة كانت مدود من الثقافة الطرق التجانية والصوفية تأتينا من الغرب أيضا لا من الشمال فقط من الغرب تنبكتو كانت جامعة قبل الأسعر طبعا كبيرة في يونالك في قرب أفريقيا تنبكتو هذه لم تأخذ حظها حتى يعرف الناس ما كان فيها من حضارة وتقدم ما أخذ حوها أنت سفرت إلى لندن بعد حصولك في العام 55 على البكالوريوس التحقت بجامعة لندن حصلت في العام 57 على درجة الماجستير في القانون بعدما تخرجت تفكيرك انطلق نحو الأكاديمية أم ماذا كان هدفك من استكمالك؟ طبعا أول أمر بالطبع يعني من أوائل الذين أو يعني ما كان قبلي في كلية القانون يعني ما يتكلم عربيا يدرسك عربيا ولا سدانيا أصلا إلا في هوامش من الكلية لدراسات إدارية هامشية ليست فيها الدراسة بالإنجليزية كاملة طبعا والقانون البريطاني تدور القانون البريطاني فيه الشريعة معارضة لكن لما ذهبت إلى بريطانيا كانت المرة الأولى التي تذهب إلى بريطانيا نعم وقع الأمر عليه طبعا قبل الاستغلال الجواز واحد الجواز واحد 55 الاستغلال لوفيته هناك يوم أول 56 وفيتها في بريطانيا ولكن أولا اتصلت بكثير من الطلاب الإسلاميين في بريطانيا بعضهم باكستانيون إيرانيون عرب وكان هناك اتحاد الطلاب العرب قومية نازعة تفتكر مين كان أبرز الناس اللي فيه اللي ظهروا بعد ذلك أو عرفوا والله في التيارات الإسلامية ما ظهروا كثيرا التيار القومي الطلاب ما يعني قليلون بعضهم ظهر في الحركة القومية الآن أنت تجذبت إلى أي طيار طبعا جذبنا للتيار الإسلامي والطيار الإسلامي هنا متنوع المشارب نعم متنوع المشارب بكستانيين هنود وندافع عن الغضايا مشتركة قضية الجزائر معا نعم وأسميناها إسلامية ولذلك الطلاب العرب انزاحوا عنها لأنه كان النزع القومية العربية غالبة عليهم رغم أن الجزائر دولة إسلامية نعم دولة عربية أيضا لكن فنحن كنا ندرس أحيانا نشكل جمعية طبعا هناك في بريطانيا في حريات للجمعيات بغير قانون يعني عفوا فهذه أعطتني مدى وثانيا نحن قرب من آسيا آسيويين ميليزيين وهنود وبكستانيين لعبت دورا في عالميتي في عالميتي يعني الآن أنت اتقلت من البيئة السودانية العربية الإسلامية المحافظة إلى العالم إلى بيئة عالمية أدت إلى التساع الأفق عندك نعم جئت راجعا بالطبع صارحت مع البريطانيين في أن نعرب العلوم في وقت مبكر جدا 57 في وقت كان مبكرا جدا طب هنا في اعتداء 56 وقع على مصر الاعتداء الثلاثي وكان البريطانيين شركاء فيه آه طبعا ماذا عملتم ماذا كانت نحن مظاهراتنا كانت مع مصر حتى إلى السفارة المصرية بالرغم من الغضايا التوترات بين الإخوان المسلمين طبعا في حركة الإخوان المسلمين نحن كنا نخرج المظاهرات وكنا نحمل المجلس النيابي كله لصلاة الغائب ولأن يحدد الغرارات وأن يتحدث إلى السفارة المصرية وهكذا طبعا بدأت نزعة مجانبة بيننا وبين السلطة في مصر الصلاة مع الإخوان يعني بدأ مبكرا مبكرا جدا بهذا السبب فقط يعني ردت فعلكم على ما فعله عبد الناصر في الإخوان لعبت دورا في انتشار الإخوان في السودان ما أقول لك لكن وقفت من وقفهم المجانب للسلطة في مصر يؤسف المرء أن يقول ذلك يعني نحن كنا أقرب الناس إلى المياه كلها واحدة من لم يجد ما أنه إلا ما هنيل يشرب الغالب فيها الثقافة واحدة حتى جنوب مصر طبعا تعلم مالكيا كان شمالها شاشعي وحنفي والمذاهب واحدة يعني قرار الانفصال نفسه حتى يعني توكيله إلى ضابط ليس عنده أي خبرة ولا فهمة بالسودان وهو صلاح سالم واتخاذ قرار ذهاب نصف مصر بهذه الطريقة وكثير من الدعاية كانت تتكلم عن السيادة على السودان هذه طبعا عزة النفس لا ترضى بأن تتحد معي سيدا علي لو جئتني أخا على سواء ذات الأفق يمكن أخيك وأما إذا جئتني سيدا إلا أن تكرهني رائما يعني ضعيفا ولكن البريطانيون نفسهم كانت طبع عندهم نزع طبعا فوق الكل نعم أن يشجعوا الجانب الآخر يعني والمهدية من تحت من وراء من صراع المهدية لأن الاستعمار جاءها من تلقاء مصر يعني من الشمال فنسبت إلى مصر كل هذه الروحة الاستعمارية ومحمد علي ما جاء يعني متسعا في السودان كان مثل المهاجرين المسلمين قديما ولكن جاء فاتحا مستعمرا وأتى بالبريطانيين والنمساويين والإطليان وخبراء انبسطوا في السودان ونشروا المسيحية في جنوب السودان لأول مرة يعني تمت على يد هؤلاء نعم لأننا كان عندي سؤال مهم كيف فشل المسلمون في نشر الإسلام في جنوب السودان ونجح التبشريون المسيحيون في السودان المسلمون طبعا أنت تعلم أنهم عرب الأصل المهاجرون لا يدخلون على الغابات الممطرة شبه الصحراء أطيب البيئات لهم للرعي البهائم والجمال وهكذا لا يريدون تلك المناطق ولذلك ما دخلوا ما توغلوا هذه المناطق فيها بشر كتير عايشين طبعا ذهبت إليها وتوغلت فيها جنوب طبعا طبعا بعد ذلك نطوب السودان كله طواهم عميقا لكن كان يعني تشعر النوم لسه عايشين في العصور كانوا كانوا لكن طبعا تطورت الأمور تحدث عنها فيما بعد إن شاء الله لكن العرب بالنسبة له هؤلاء زنوج لا يتحدثون العربية والبلد ممطرة والمطر أكثر مما ينبغي لبهائمهم ولحياتهم الشبه الصحراوية الأفاق وهكذا فوقفوا الصوفية لم تدخل والعلماء ما دخلوا والهير نفسها ما دخلت لها أنا كنت أريد أفهم هذا لماذا لم يدخل الإسلام إلى هذه البلاد لأن المسلمين أحجموا عن الدكور ما دخل إلا من تلقاء شرق إفريقيا أيضا تسرب شيء أما اللغة السواحلية دخلت بكل هذه المناطق حينما عدت إلى السودان في العام 57 لم تعد فقط برسالة الماجستير وإنما عدت بعقل وفكر آخر أولا الصراع ضد البريطانيين لتعليم هذه المعركة ثانيا عالمية الدعوة يعني العلاقات مع الأركات الإسلامية في العالم العربي والإفريقي والآسيوي والآسيوي بالطبع انفتاح أنا أريد أفهم منك نقطة هنا نعم الإنسان ابن بيئته وعقلية يعني أجد تفوت هائل ما بين عقليات الإسلاميين المفكرين بشكل خاص بين من بقي في بيئته لم يغادرها ومن انتقل وسفر إلى الدنيا مأسو الإسلام في أول الأمر أصوله بقي في مكة محصورا لعله منحصر آفاقه تماما يعني لم يكن للناس كافة كان لأم القرى وما حولها ولكن الهجرة هي التي أنشأت له دولة وبدأت فتحت لها مدودا مع اليهود والفرس والروم ومع الرومان من هناك وعقم دولة في أوروبا في إسبانيا وعرب آخرين هذه التي فتحت العالمية للناس كافة الهجرة دائما كده يعني دائما هي التي تفتح الآفاق يعني أمريكا المهاجرون كانوا أبأس الناس في أوروبا فغراء وبأساء لكن هناك غام حضارات الهجرة دائما تدفعك لجديد وتنفتح الآفاق ويأتي كل أحد بما يأبه أنواع وتتعدى الأنواع وتشكل الصور كان لديك رؤية حينما عدت إلى السودان ما هو دورك؟ ما الذي ينبغي أن تقوم به؟ طبعا نحن بدأت السودان طبعا كان الطريب تحولاته الحكم الذي ورث البريطانيين حكما نيابيا برلمانيا كما بالكلمات يعني ديمغراطيا الكلمات البريطانية لكنه لم يوقي إلا ثلاث سنوات في العام 58 جرت انتخابات مثيرة للجدل في السودان حزب الأمة فاز فيها بـ 63 مقعد حزب الشعب بـ 23 الوطني الاتحادي 44 كنت قريب من هذا المشهد؟ الأحزاب الوطنية كانت وطنية مثل هي كانت تقلد الخرييين في الهند في الهند؟ نعم بريطانيا بريطانيا مستعمرات بريطانيا القانون يأتينا من الهند خرج البريطانيين لكن بقيت ثقافتهم لكن أصلها بدأ من نادي الخرييين المثقفين الصفويين ويتركون على شيخ الدين أن يأتوهم بالقاعدة لا يكترثون كثيراً للقاعد القاعدة هذا الشيخ شيخ المهدية هنا سيد عبد الرحمن وشيخ الختمية والقادرية وهكذا متحالف سيد علي يأتيك بالأصوات يأتيك بالأرضية وأنت تصعد على الأرضية وتحكم فكانوا صفوة حتى الحركة الإسلامية بدأت أول أمر أيضاً صفوة بالطبع أنا هنا أريد شيء أيضاً حتى يفهمه مع المشاهد وهو وأنا في زياراتي للسودان لاحظته وأنت الآن أشرت إليه وهو المد الصوفي في السودان الصوفية في السودان لها مكانة ليست بسيطة عند الناس تعتبر محرك حتى في السياسة وفي غيرها هل يمكن أن ترسم لنا باختصار ملامح المشهد الصوفي أولاً لأن السودان لم يفتح سياسياً فلم يأتي الإسلام من علم بل كانت فيه المد المسيحي كان من الإسكندرية الغبطي الأرثوديكسي إلى الكنيسة واحدة إلى إثيوبيا صح واحدة ثم المسلمون والبابا شنودة أو بابا الإسكندرية هو تمتدس نفوذه إلى إثيوبيا للسودان إلى إثيوبيا لكن داخل المسلمون دخلت طرق الصوفية هي طبعاً بالموسيقى والنوبة وهكذا جذبوا كثيراً من أهل البلد ومزجوهم وطاعوا على ثقافتهم لكن الصوفية في السودان لها خصوصية تختلف عن الصوفية في مصر والصوفية في أماكن أخرى لأنه ما في سلطة كان للإسلام مثل الصوفية حتى الدولة كانت في سينار كانت تحترم الصوفية هي المحترمة عندها الحزاب هي الصوفية أحزابنا السياسية كلها أسست على الولاء الصوفي إيه شكل الصوفية في السودان؟ إيه مبادئها؟ إيه اختلافها عن الصوفية في مصر والدول الأخرى؟ لا يكاد تختلف كثيراً لكن ولاء واسع مد واسع يعني نفسه خزعبلات الصوفية تنتشر؟ نعم حوليات طبعاً لما تثقف الأبناء بس في شيخ صوفية طبعاً لما تثقفوا صلحت شيئاً ما كانت فيها كثير من الخرافات وفيها كثير من الروحيات الغيبيات إذا كنت جاهلاً طبعاً تملأ الغيب بخيالك بخيالك كرامات فكل الشيخ كرامات 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 لو قرأت كتاباً طباط الضفال يكتب عن ودى الترابي مثلاً صفحات كرامات ودى الترابي كيف قلب التمساح حجراً وكيف فعل وكيف مشاعل مع أنه نشط سياسياً واجتماعياً وثقافياً ولكن كل عالم تنسب له هكذا الغيبيات الوهمية هذه فالصوفية تمكنت في الشعب تماماً ما تأثرها على الشعب السوداني؟ يعني الدين لا صلة أنت تعلم أنه الكنسية في الغرب تمكن حتى أصبح لا ترتبط بالله ترتبط بالكنيسة ثم طريقه هي الله هو الكنيسة فأنت أرثو دوكسي أو كاتوليك أو هكذا فالطورة الصوفية تمكنت في الناس فلا صلة بالله إلا من عبر الشيخ وصلت إلى هذا أنا بالطبع عبر الشيخ يعني كما ينظر لها في الإسلام تصل إلى مراحل من الشرك بالله طبعاً ودي ما في السودان لوحده أسيوية كثيرة جداً يعني الصلة بشيخ وشيخ والأغرب إليه لكن الصوفية في مصر في كثير من الدول هي جزء من سلاح الدولة بمعنى الدولة طبعاً هناك كان فيها السلاحة الأقوى تستوظفها وكان هناك أيضاً على أساس أنهم لا يعملون في السياسة طبقت علماء تغليديين أصبحوا طبقها لهم كيانات والدولة توظف العلماء وتوظف الصوفية لما يصلح سلطانها يعني لنفوذها هكذا في السودان لكن في السودان الأحزاب قامت على الصوفية أيها هذا هو النقطة المهمة الأحزاب هي حركات سياسية نعم وهنا امتزاج بين الصوفية والحركات السياسية لا يوجد في الدول الأخرى نعم يعني لا يوجد أي هم لا يقولونها أول الأمر لكن يفصلون سياستهم من دينياتهم كيف قل لي يعني يعني قضية فصل الدين من الدولة وهكذا نحن الذين أثرناها هو الأمر ما كانوا ينتبهون إذا ذهبت إلى المرلمان وذهبت إلى السوق وذهبت إلى البنوك وذهبت إلى الدواوين في السودان هؤلاء المثلق الصفوة هذا أمر دنيوي وتقتدي بالبريطانيين وبالعالم الحديد ليس للدين فيه إذا ذهبت إلى الخلوة والغرآن نفس الشخص والصراء والحج ورمضان والصيام وهكذا الشيخ والشيخ وهكذا يعني فإننا الطرق القادرية كانت واسعة دخلت عليها الطريقة الختمية والطريقة السمانية والتجانية جاءت من غرب السودان كل الطرق دخلت علينا من كل إفريغية لأن المشهد هنا دكتور إن الختمية هؤلاء هم الذين يصنعون السياسة ورؤساء الحكومات يأتون من هؤلاء بدأوا أول أمر ما بدأوا كذلك كيف وصلوا إلى هذا؟ جاء أحمد بن دريس من شمال إفريغيا إلى مصر تلاميذه أرسلهم في البلاد حران تلاميذ أرسل السنوثي إلى ليبيا فعل ما تعلم من الجهاد وأرسل إلى الصومال وأيضا جاهد البلطاني من بعد وأرسل إلى اليمن سودانيا إن هنا نقطة أيضا مهمة أنها كانت حركات جهادية السوفية تدعو إلى لكن أرسل إلى السودان أحدا لم يدعو إلى الجهاد كثيرا والمرغاني عاسيويا مرغان في آسيا لكن لقيه في مكة طبعا فأخذ الطريقة منه و جاء إلى السودان فنشر ختمية من شرق السودان دخل شرق السودان لم يأتي من ترغاء مصر أما بعد عودة احتلال السودان بعض هذه الطريقة كانوا في مصر فجاءوا مع الفتح و انتقلت العاصمة من شرق السودان إلى العاصمة و إلى البيوت الرسمية و إلى الدواوين السلطة البريطانيون كانوا أولا الحركة المهدية التي قحروها وقتلوا كل تراث المهدية أبناء المهدي و كل قيادات كلهم وسينوهم وتركوها مكبوتة لعشرات السنين لأنها هي الجهادية طبعا التي قتلت غردون و قتلت جيوشهم بعد ذلك هي كانت حركة صوفية أيضا أصلا المهدي كان سمانيا نعم كان صوفيا ولكنه فتح جهاديا نعم وهو فتح كل السودان لأن هنا عندنا نفتاح جهادي و عندنا نفتاح سياسي و عندنا صوفية تقليدية نعم نعم كل هذا موجود نعم نعم الاستقطاب هذا صنع أيضا مشهد سياسي متميز في السودان يختلف عن المشهد السياسي الموجود في الدول الأخرى نعم الصوفية و غيرها الخلافات تفقمت بين السياسيين تحرق قائد الجيش الفريق إبراهيم عبوت في 17 نوفمبر عام 1958 فتسلم العسكر حكم السودان ما الذي كان يعنيه تسلم العسكر لحكم السودان؟ أولا هو أصلا مهندس عبوت دخل الجيش من تلقاء الهندس العسكري ولكنه ترقى و أصبح قائدا الجيش و الحزب الاتحادي مع مصر رغم أنه صوت بالإجماع مع حزب الأمة للاستغلال و تركوا ألغوا الاستفتاء تماما الذي كان مكتوبا و ذهبوا إلى المجلس قالوا هؤلاء نواب الشعب و قروا قرارا يخالف حتى الاتفاقية التي غام عليها النظام نفسه و قرر استغلال ما إن احترهت بريطانيا حتى تحترف مصر بالطبع و أنها مضطرة تحترف رغم أنهم كانوا على أسهر مكي يعني كثيرا من الهجوم الإعلامي والصحفي و هكذا وبعد سنوات قليلة حزب الاتحادي كان يجمع طرق صفية غير الختمية و طرق صفية أخرى قادرية و إسماعيلية و تجانية و سمانية و كان الطبقة التي تقود الحزب من المثقفين فيهم واحد له نزع أيضا فيها قاعدة صفية قاعدة إسماعيلية فله مد شعبي الآخرون كلهم مثقفون إما درسوا في مصر أو درسوا في السودان لكنهم فقط يعني يأتون للحكم والشعب وتعبئة الجماهير للندوات والأصوات الانتخابات تأتي من قبل السيد لكن أنا كنت ألاحظ حاجة لكن أسهري كان الذي يطوف البلاد و هو لأن أصوله إسماعيلية وأبوه جد قرف الأسهر إسماعيل الأسهري و الطريقة إسماعيلية خرجت من بس الإسماعيلية فيها شوائب كثيرة لا ما الإسماعيلية الآسيوية لا إسماعيلية السودانية هذه سودانية هذه طريقة ما ختمية ختمية مستوردة لكن هذه طريقة سودانية فهو مد هذا الصوفي هذا مباشرة جعله ينزع لبعض الاستغلال من شيخ الخاتمية و بدأ النزاع بينه وبين شيخ الخاتمية و بدأت النزاع يبدو كأنه بين السياسة والدين هل هذا الذي مهد أو ساعد عبود على القيام بانقلابه إنشق الحزب الاتحادي بعضهم نزعوا مع السيد عيل المرغاني نزع أقرب ولاء لمصر من أسهري أقرب ولاء لاستغلال درس يبيروت هو مستاذا و له أيضا أصوله السودانية طريقة الصوفية لكن يده هو الأسهري فإنشق الحزب فخشي أزهري وهو كان حاكما يعني عند إذن انقلبت الحكم تحالفا بين يلاحظ هنا أن عبود حكم البلد عبدالله خليل عبدالله خليل كان عضو في الجيش المصري أصلا لكنه الآن لسبب ما كره كره اتجاه نحو مصر وأصبح حزب الأمة وأصبح رئيس الوزراء وخشي أن اتحد أزهري مع جناح في الاتحاد ويقلب عليه السلطة فسيعور هايلي السلاسي إثيوبيا وأمر عبود أمرا لأنه هو للسلطة عبود لم يقبل السلطة طمعا منه كله أنا عارف ذلك والليان التحقيقية قالت وقال لنا مغامة ثورة عليه تحدث إلينا قال أنا ما جئت إلى السلطة أنا أنا جئ أبيك قرها ومرت أمرا من رئيس الدولة أمرا وبعد ذلك الشعب كله كان يعني يؤيدني لو كنت الشعب ما كان يريدني ما كنت أبقى يوما في الحلقة القادمة نبدأ من انقلاب إبراهيم عبود وتأثيره بعد ذلك على الحياة السياسية في السودان إن شاء الله أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نوصل الاستماع إلى شهادة الدكتور حسن الطرابي مؤسس الحركة الإسلامية وزعيمها في السودان في الختم أن أقول لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصر يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة